السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل مع بعض عملية الفيتشنج لالإيبو آي في أبليكيشن مستخدم في الريدكس بس صل على النبي عليه الصلاة والسلام وانا شباب في الفيديو الفات ان انا بتعامل مع إيسينكروناس أكشن كرياتور اللي بفصيه لديسباتش مثل لو نيجي نكده نفتكر اللي حصل في الأبليكيشن بتاعنا هنلاحظين يا شباب ان احنا عاملين هنا ديفاين لي ثري اكشن كرياتور اللي هو بتاعي الريكوست والساكسس والفيليور اتفقنا مما اجعمل فتش للداتا عند نقطة نهاية او من الإيبو آي ببتدي انافز أكشن معين اول أكشن ببتدي انافزه هو الريكوست ان انا ببتدي ابعت ريكوست للسيرفر عشان يرجع للبيانات طيب الريكوست ده كان بيعمل ايه لو نفتكر كده الريديوسر فونكشن كان بتخليلي هنا اللودينج بي ترو تمام يعني يتعدل فيه الستيت وتخلي عملية التحميل بي ترو تمام ان انت بتحمل البيانات من الإيبو آي طيب حلو قوي البيانات رجعت تمام فبالتالي عايز تعمل اكشن معين الاكشن اللي انت تعمله هو هنا الفتش يوزر ساكسس تمام ان انت فعلا نجحت انك ترجع اليوزر طيب حلو قوي هجيب هنا اليوزر من الإيبو آي هبتدي اغير في كيمة الستيت تعدل في الستيت تخلي اللودينج بفولس واثبع عملية التحميل احنا جبنا البيانات وديها هنا للداتا تمام والداتا دي كانت بتمثل عندنا هنا الري بالشكل ده تمام طيب حلو جدا بعد كده لو حصل مشكلة في عملية الفتشينج انا عايز انفذ اكشن معين تمام بيعرف اليوزر مثلا ان في مشكلة فبالتالي جبت هنا الاكشن كرييتور بتاع الفيليور تمام اللي كان بيرجع لي هنا الارور طيب الارور ده رسالة الارور اللي هي راجعة من الإيبو آي عايز ابتدي اعارضها لليوزر فبالتالي جبت هنا الريديوسر فونكشن هتهندل الاكشن ده فتخلي هنا الارور شايلة رسالة الخطأ اللي جاية من الإيبو آي تمام طيب حلو جدا عندنا بقى هنا شباب انا عايز ابتدي انفذ عملية الفتشينج او فتش الداتا عنده نقطة نهاية تمام طيب عندنا كزا طريقة من ضمنها مثلا طريقة الأكسيوس ان انا ببتدي استخدم مكتبة كل وظيفتها ان هي تتعامل مع الانت بوينتز الموجودة في الابليكيشن يعني دي اللي هتجب للداتا من الإيبو آي تمام طيب حلو جدا وحنا محتاجين ننزل اول حاجة الأكسيوس طيب دلوقتي انا عايز ابتدي اتعامل او اهندل الـ 3 actions creators اللي انا عملتهم دول اللي هم بتاع الـ request والـ success والـ failure فمحتاج حاجة تهندل الاكتر من request ده او تهندل اكتر من action انا ببتدي انفذه فبالتالي هنحتاج هنا الـ middleware شباب يبتدي نفذ لنا الفكرة دي اسمه Redux Thunk Redux Thunk ده عبارة عن مكتبة او middleware بتعمل وظيفة معينة اتفقنا الـ middleware ده عبارة عن feature بتضاف على الـ application اللي مستخدم في الـ Redux فاحنا هنا محتاجين الـ middleware ده عشان يبتدي يعمل لنا define the asynchronous action creator او يبتدي ينفذ لنا اكتر من action creator عندنا في الـ application تمام شباب طيب حلو جدا فبالتالي هاجي هنا في terminal وقل له هنا npm بعد كده اقل له هنا install وقل له هنا axios عايزة نزل اول حاجة axios اللي هتعمل لي fetch للـ data وتاني حاجة عايز Redux Thunk عشان ابتدي اتعامل مع الـ asynchronous action creator بالشكل ده تمام وستنى كده عبارة ما ينزل هنيجي هنا لـ package to json هتلاقي هنا في dependencies والـ Redux Thunk تمام طيب حلو جدا طيب دلوقتي انا هستخدم middleware في الـ application بتاع الـ Redux طيب ايه هو اللي بيقبل مني الـ middleware لو نفتكر كده في الـ logger middleware اللي شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت كنت بنادي على مثل معينة من الـ Redux بيقدمها لي بتقبل مني الـ middleware اللي انا بابتدي هتعمل معه وهي اسمها الـ apply middleware فبالتالي هقول له هنا apply middleware هبتدي entry variable الـ variable ده هيمثل method تمام هبتدي هنادي هنا على الـ Redux بعد كده هدخني لي الـ apply middleware بالشكل ده تمام طيب حلو جدا بعد كده هقول له هنا middleware طبعا بعد كده انا عايز بقى انشئ هنا الـ Redux thunk بتاعي او المكتبة بتاعت الـ Redux thunk عايز انشئ بقى middleware فبالتالي هقول له هنا thunk middleware بالشكل ده وبعد كده هنادي هنا على الـ require method اللي من خلالها ببتدي هنزل اي مكتبة دلوقتي انا عايز هنزل الـ Redux thunk بعد كده ادخل لـ default معنى default هنا ان انا عايز اتعامل مع الـ default middleware الموجود في المكتبة ديت تمام شباب طيب حلو جدا بعد كده بعد كده هجيب هنا الـ apply middleware method ديت كنت بناديها هنا عبارة عن second argument لـ create store فبالتالي هنادي هنا على الـ apply middleware ويهي بتقبل مني هنا زي ما كاتب الـ Visual Studio Code كاتب هنا Redux thunk تمام الـ package جدي طيب حلو جدا طيب انا عملها هنا في variable فوق اسمه thunk middleware بالشكل ده شباب تمام طيب حلو جدا الكلام ده هنيجي برضو هنا نبتدي نعمل import او require للـ axios library اللي بتمكنني ان انا عمل fetch للداتا عند نقطة نهاية فهقول له هنا require بعد كده هاتلي هنا الـ axios بالشكل ده تمام بعد كده عايز بقى هندل بطريقة معينة هاجي بقى هنا شباب اتفقنا اللي بينفذ الـ action creator هو dispatch method اللي بيقدمها لي الـ store فبالتالي المفروض اقول له هنا store بعد كده .dispatch بالشكل ده والdispatch method بتقبل مني هنا الـ action creator طيب انا عايز انا نفذ اكتر من action creator طيب السيناريو اللي هيتم ايه بقى هبتدي entry هنا شباب action creator جديد بيهندل اكتر من action creator يعني ايه الكلام ده يعني هبتدي اتمثل action creator كل اللي انا اعمله هنا ان انا هرجع بيانات خاصة باليوزر تمام يعني انا هجيب الـ API بتاعي وابتدي الـ API ده هيكون جوا users كتير هرجع البيانات خاصة بيوزر واحد مثلا طيب حلو يبقى دي عندنا الـ action creator الـ action creator ديت هبتدي انا دي هنا في dispatch method عشان الـ action دي يبتدي يتنفس واضيف هنا لانه عبارة عن function تمام طيب جوا الـ action creator او جوا الـ function دي انا عايز اهندل اكتر من action اللي هما الـ request والـ success والـ failure تمام فبالتالي هبتدي ارجع هنا هقوله هنا return رجع لي هنا function بالشكل ده الـ function دي هبتدي انادي او هبتدي انشئ برامتر جواه هنا اسمه dispatch dispatch البرامتر ده هيمثل عندي method بتنفز الـ action creator يعني ايه يعني دي عبارة عن function بالشكل ده هبتدي انادي على dispatch ده هنا بالشكل ده طيب الـ dispatch ده بيقبل مني بيقبل مني action creator عشان يبتدي يتنفز يعني انا هنفز اكتر من action creator جواه الـ function دي وفي الاخر خالص انا عايز بقى الـ actions creator يتعاملك logic معين عشان يبتدي يبعت او يبتدي يستقبل البيانات من الـ API او لو حصل مشكلة تبتدي تهندل المشكلة دي من خلال الـ action اللي انا ببتدي انافزه تمام طيب وحدة وحدة بقى ونفهم الكلام ده معنى ايه في البداية كده انا عايز ابتدي اعمل fetch للdata من الـ API هبتدي استخدم هنا الـ Axios تمام بعد كده اقول له هنا .get بتقبل مني الـ الـ API طيب هنيجي هنا بشباب في جوجل ونبحث عن الـ JSON placeholder ده عبارة عن موقع بيقدم لك APIs جهزة تقدر تستخدمها تمام وغالبا بتكون للتستين هتيجي هنا الـ resources هتلاقي هنا الـ comments والـ والـ photos والـ والـ users دي انواع الـ APIs اللي انت تقدر تستخدم على سبيل المثال هنيجي هنا لـ users بالشكل ده ده عبارة عن إيه شباب ده لو تفتكر عبارة عن JSON file تمام ده عبارة عن array جوا object الـ user تمام الـ user ده الـ id name username وهكذا لو تلاحظ بفوق هتلاقي هنا الـ url بتاع الـ API ده عبارة عن users ككل جميع users تمام array of users طيب حلو عايز هدخل الـ user معين فهكتب هنا slash 1 بالشكل ده هيبتدي يجيب لي هنا object ده الـ user الاولاني طب لو شلت واحد ديت وخليت ها 2 هيبتدي يجيب لي هنا users الثاني والبيانات عنه بالشكل ده تمام طيب حلو جدا عايزين مثلا نرجع البيانات دي عندنا في الـ فبالتالي هاخد هنا copy للـ url بتاع الـ user التاني بالشكل ده تمام ده عبارة عن الـ اي بواي بتاعي هبتدي اضيفه هنا في الـ get method بالشكل ده تمام الـ get method هترجع لي promise فبالتالي هقول له هنا dot then تمام dot then فبالتالي هبتدي اوصل هنا الـ response او الرد اللي هيرجع بالشكل ده و واحدة واحدة نفهم اللي بيتم في البداية دلوقتي انا عايز انفذ اكتر من action هو اول action بتنفذ ايه اللي هو بتاع request انه يخلي اللي ب true عشان يحمل ويجيب البيانات من ال API تمام انا عايز انفذ اول action creator هبتدي انفذه هنا قبل ما اعمل فتش لل data لان دي عبارة عن function تمام شباب طيب كده انا بعت request فعلا طيب response رجع الرد رجع فبالتالي هنا عايز تنفذ action معين اللي هو بتاع ايه اللي هو بتاع success هتبتدي تاخد هنا copy الشكل ده وتيجي هنا تقول dispatch لان dispatch method هي اللي بتنفذ للaction وي اقباص هنا action creator طيب حلو اوي لو تلاحظ هنا هتليه هنا مستني منك users اللي رجع تمام لان احنا users دي بنروح نخزين في data بتاعة store تمام طيب حلو اوي طيب هنا هاوصل ليه users ازاي في الحالة دي انا عايز ارجع single user اللي هو user التاني ده ال id بتاع user لو شلت اتنين دي مثلا وحطيت واحد يبقى انا هرجع بيانات user رقم واحد تمام طيب حلو جدا طيب هاوصل بقى للبيانات بتاعته ازاي هبتدي entry هنا شباب في ال then هنا ما وصلت لي response في الرد تمام هبتدي entry variable هسميه هنا user تمام ال user ده هبتدي نادي هنا على response بعد كده dot data dot data يعني وصلني للبيانات ال user الاولاني اللي هو بيمثل ايه اللي هو بيمثل عندنا ال object ده بس مش هيبقى json file كده لأ ده هيتحول لjava script object عشان البروزر يفهمه والبيانات تتعرض تمام طيب يبقى ال variable الاسم user ده شايل البيانات الخاصة بي user الاولاني تمام فهبتدي بصي هنا لل function او ال action creator تمام عشان يروح يتخزن فيه ال store طيب حلو قوي كده نفذنا تاني action فضلينا action بتاع الفيلير لو حصل مشكلة عندنا في عملية ال fetching عايز بقى error اللي ممكن يحصل فأقوله هنا dot catch الشكل ده وبعد كده اقوله هنا error وهنا هبتدي هنفذ هنا اقوله error dot message بالشكل عشان تروح تتخزن فيه ال state وتتعرض لل user تمام شباب يبقى كل اللي انا عملته هنا عملت action creator كبير اسمه fetch user بيرجع لي البيانات الخاصة ب single user تمام طيب حلو جدا فبالتالي هنا هرجع هنا function كل وظيفة function دي ان هي تهندل اكتر من action اول action اللي هو بتاع request ثاني action بتاع success ثالث action بتاع failure تمام شباب وفي الاخر خالص هبتدي امرر هنا dispatch method بتاعت store هبتدي امرر الله هنا action creator اللي انا عملته اللي بيهندل اكتر من action تمام ارجو تكون متخيل الموضوع طيب عزين بقى نعمل test بتاعنا وين نبتدي نعرض البيانات اللي جوه ال store هاجي هنا شباب قبل ما بتيدي انفز ال action هبتدي اقول هنا store بعد كده subscribe لو نفتكر ال subscribe method كانت بتقبل مني اللي بيمث ال function تمام ال subscribe method يا شباب بتتنفز مع اي update او اي change بيحصل في ال application بتاعك يعني في البداية خالص بيبتدي يعرض لك قيمة الاستيط الابتدائية طيب انت عملت action معين هيبتدي برضو ال subscribe method تشتغل اللي اللي بديه ويشتغل ويبتدي يعرض لك البيانات الجديدة اللي موجودة في ال store بناء على ال action اللي انت نفسته طيب اللي هيرجع هو عبارة عن ال callback function هترجع ايه هترجع object ال object ده هطبع رسالة في ال console عشان نفتح ال terminal ونبص على store بتاعنا ويقد اوصل لي البيانات اللي جو store من خلال ان اقول store بعد كده dot get state method هي اللي كان بتعرض البيانات المخزنة جو state او store تمام حلو هبتدي بقى افتح terminal عشان نبتدي نشوف البيانات ديت هبتدي اقول هنا شباب node وبعد كده اضغط على tab عشان تجيب الفايل اللي انا موجود فيه اسمه asynchronous actions وياضغط enter عشان تبتدي ترن الapplication بتاعنا تمام لو نلاحظ كده واحدة واحدة زي ما احنا شايفين كده في البداية خالص شباب اللودي بترو ده عبارة عن store او state بتاعنا كان متخزن فيه loading و data و error رسالة error برضو مفيش رسالة error تمام طيب حلووي دلوقتي انا هبتدي الaction اللي هيبتدي تنفذ ايه شباب هو بتاع success انت عملت الاول action بتاع request خلى لك هنا loading بترو وفعلا خلى loading بترو طيب اكشن اللي هو بتاع success انه يبتدي يبعد بقى بيانات والبيانات دي ترجع تمام طيب action ده كان بيعمل ايه كان بيجيب لك البيانات الخاصة بsingle user رقم واحد ليه user رقم واحد لان انا هنا ضيف في url بتاع ipo 1 اللي هو user اللي id برقم واحد تمام فبالتالي لو جيت كده بصيت على البيانات ال data اللي هتكون رجعه هو عبار عن ال object بتاع user رقم الاولاني طيب حلو جدا فيه error لا مفيش error لان ال rl بتاع ipo بتاعك سليم طيب هبتدي اعدل مثلا في rl ده بالشكل ده كتبت هنا اي url وعملت هنا save للفايل ده وهبتدي اعمل تست تاني اقول له النود ويبعد كده اعمل ل ال ابتكيشن لو تلاحظ كده في البداية طبعا بيبتدي يعملك اللودنج بتروح عشان يبعد request للسيرفر ويرجع له البيانات في الحالة دي ايه ال action اللي تنفذ بتاع الفيلير ليه بتاع الفيلير لان ipo i rl بتاعه غلط زي ما انت شايف كده طيب حلو قوي مفروض بيرجع لي رسالة الخطأ فبالتالي قالك هنا request filled with status code 404 يعني في مشكلة عندك في url بتاع ipo تمام ما فيش نتيجة من url اللي انت ضفته ده تمام شباب طيب حلو قوي الكلام ده يب احنا عندنا هنا شباب اتعاملنا مع ال و هندلنا الجزئية دي من خلال الميدل وير بتاع ال redux تمام اللي احنا ضفنا هنا شباب وبكده شباب فهمنا ازاي بفيتش ال data من l-pi في application مستخدم في redux عايز اقول لك ان نفس الخطوات اللي انت عملتها في الفيديو ده هتطبقها بالضبط ما تيجي تستخدم redux مع react هتبقى اختلاف حاجات بس بس اللوجيك اللي تم ان انت عملت action creator وبس بس method وانت عندك اكتر من action creator تبتدي تهندل الموضوع ده من خلال انت تستخدم middleware او feature زيادة عن redux تهندل الجزئية دي تمام يعني منيجي ال redux اللي هيكون بعد الفيديو ده على طول لان احنا انتهينا من play list او انتهينا من شرح redux لوحده تمام ان شاء الله في بداية الفيديو جاي هنبتدي نعمل set up للreact وهتبتدي تلاحظ ان ما جاء استخدم redux مع react كل المفاهيم هتبقى واضحة لان انت شفت الفيديو اللي فاتت وفهمت ها كويس جدا تمام واشوفك بخير الفيديو الجاي مع redux وreact وما تسلساش تشترك في القناة ويتفعل الجرس عشان توصلك الفيديو على طول والسلام عليكم